بعد محاولات عديدة أغلبها باءت بالفشل ينجح المواطن هود باساود في زراعة الأرز في مزرعته بمدينة سيئون توفر البذور التي حصل عليها باساود من بعثة هندية وباكستانية كانت في زيارة لمدينة سيئون خلقت الفكرة وعززتها لديه ليبدأ تجربته في تربة وادي حضرموت وأظهرت النتائج مؤشرات ناجحة على إمكانية إنتاج هذا المحصول الذي ارتفعت أسعاره بشكل لافت المكان الذي يطلع له الماء بالتدري يعني متوسط الماء كانت نباتات أفضل وأحسن وحافة المحصول الذي يصله مألة باقتصاد طبعا طلعت نباتات ممتازة وأحسن وأفضل بكثير نسبة المياه التي يحتاجها محصول الأرز قليلة وذلك بعد استنباط أصناف جديدة وابتكرة في النضج ومقاومة للآفات وأكثر تحمل الجفاف بالإضافة إلى كونها أقل استهلاكا للمياه وذلك بالتهجين بين الأرز المروي وأرز الأراضي المرتفعة الذي يطلق عليه اسم الأرز الهوائي وهو جرت زراعته في هذا المكان وفق مهتمين بمجال الزراعة فإن بذور الأرز المهجنة تتناسب مع تربة وادي حضرموت وتستهلك مياها قليلة تكفيه من الأهبار الارتوازية ولن يؤثر على استنزافها بل ستكون مساوية لمحصول القمح وغيرها من المحاصيل الأخرى عندنا طموح والحمد لله ما دامت البذور توفرت وعبر المناسبة مع المناخ حقنا عندنا طموح أن نتوسع في المستقبل القريب إن شاء الله في مساحات كبيرة وأوسع وأوسع إن شاء الله كتشييع للزراعة اليمنية يعمل المزارع هود باساود من الجهات المختصة تزويده بالبذور التي تجلب من دولتي الهندي وباكستان حتى يتمكن من توسيع نشاطه الزراعي إلى مساحات واسعة تسهم في خلق فرص عمل لشريحة كبيرة من العاطلين عن العمل حداد مساعد قناة بلقيس من مدينة سيئون حضرموت ترجمة نانسي قنقر